نعمل التحول يعني مختلف وهو التحول في الانتقالات الصيفية في مصر والدور المصري بالذي احنا كنا بنتكلم فيه رائع فيه حتى الآن وهبتديها بالمدربين نفسها لأنه تالت دلوقتي الكراسي الموسيقية تنتقل المدربين أو ينتقل المدربين من أماكن لأماكن أخرى يعني كابتن عالي ماهر بسه برغم نجاحه مع فيتشر لكن بينتقل للنادي المصري كابتن علاء عبدالعالي اللي هو يعني الأمور بالنسبة له يعني معجزة بقاءة داخلية ايه؟ معجزة بقاءة داخلية بالضبط كده بينتقل إلى الجونة وكابتن عالي ماهر نحاس مراشق يعني حتى الآن في تغيرات في المدربين زيت كمان اللاعبين عبدالرحمن هو موضوع المدربين طبعا يعني أبرز حاجتين هم اللي كانوا تقالوا اليوميين الفاس ودول قصة إن الكابتن علاء ميار طبعا يسيب فيوتشر ويروح للنادي المصري ويمكن هو وضح إنه نادي فيوتشر برضو اتجاهه الفترة دي مختلف شوية لأنه فيه اتجاه أنه يبيع 3-4 لعيبة أساسيين يعني نقول له فائد مدي يعني كان هو محتاجه الفترة دي يمكن كان فترة أخرانية تقال إنه لعيبة كتيرة رواتبها متأخرة وكده فوضح إنه برضو اتجاه نادي فيوتشر ممكن يبقى مختلف شوية الفترة دي في المقابل نادي المصري طبعا مثلا الكابتن عبدالعالي طبعا عنده دايما الحتة أنه عايز يعني يكمل المشروع بتاعه وعليما شخص مناسب جدا للمشروع فده انتقال هعتبره إنه هو منطقي شوية ولكن اللي كانت مفاجأة مثلا بالنسبة لي جزئية كابتن عبدالعال لنادي الجونة لأن دي بتدي إيحاء إنه نادي الجونة السنة اللي جاية هيبقى تفكيره مختلف يعني تعرف كابتن عبدالعال دلوقتي معروف إنه هو مميز جدا في جزئية أقل الإمكانيات ويتطلع حاجة من لا حاجة يعني فده بتدي انطباعه إنه نادي الجونة برضو هيبقى مش ناوي إنه هو ينفق بشكل مشابه للأنفاقه الموسم اللي قبل اللي فات يعني هو الموسم اللي قبل اللي فات لأ كان فيه تعقدات كبيرة وأرقام كبيرة يمكن السنة دي واضح إنه أرقام مختلف أما على صعيد اللعيبة هي يعني فيه اتقال اسم يعني فيه لعيبة تبقى مؤثرة في الانتقالات يعني مهند لشين اتقال اسمه إنه ممكن يبقى مطروح بوبه طبعا برضو تقال إنه مطروح وتقال إنه براميز يخلص الاتنين أصلا أو يعني على وشك إنه هو تعقد مع الاتنين دي تبقى صفقات مؤثرة جدا وأعتقد إنه براميز غير دلوقتي تحرقاته ولسه مخلصش بشكل رسمي لكن تحرقاته يعني بتدي إحق إنه السكوات عندهم السنة اللي جاء يبقى حاجة يعني في منتها القوة يبقى عنده لعيبة كتيرة يعني كان يتمنى الأهلي زمانك إنهما يضموا طبعا الأهلي هو كان التعقد الوحيد كان صفقة إمام عشور وصفقة طبعا يعني مدوية فنيا وجمهريا وصفقة جبارة يعني آآ ما عرفش بقى هل يبقى فيه تعقدات تانية ولا مثلا المهاجم طبعا دي الصفقة المتأخرة طب يعني رحيل ميسي رحيل آآ علي لطفي رحيل شاد حسين رحيل آآ مينتين هم دول لحد بعدين واحتمالية كبيرة طاهر محمد طاهر آآ يعني كلهم مش مؤثرين ولا واحد في دول مؤثر ولا واحد في دول على خريطة الفريق الأول بوجه النظري برونو صافيو ده يعني ده هو الأهل كمان ده الأهل يعني يحسب له نعرف يتخلص من برونو صافيو بدون خسائر مادية كارسية يعني لأن انت تعرف طبعا لايب بيأخد مستحقاته كلها لو تربس يعني في الموضوع فهو تخلص منه لكن ده الايب لو هاد اللي كان بيلعب في العاك قلتهم هو طاهر كان يعتبر في الصورة وبرضه كان مردوده مش أفضل حاجة يعني لكن شاد حسين وساعد ميستي وعلي لطفي كلهم كانوا ضيوف شارة في الموسم اللي فات يعني واضح أن ما فيش قناة بهم يعني